السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي إطار تقديم محاضرات عن بعد يسعدني طلبة الأعزاء أن أكون معكم اليوم لتقديم المحاضرة السابعة والتي سنتناول فيها مصادر القانون الدولي العام بحيث أن هذه المصادر يمكن تقسيمها إلى قسمين هناك المصادر الأصلية وتشمل المعاهدات والعرف وهناك مصادر مكملة والتي سنتناولها في محاضرات أخرى إن شاء الله إذن بالنسبة للمصادر الأصلية التي سنقف عندها وهي العرف والمعاهدات الدولية وسنتناول في البداية المعاهدات الدولية إذن في تعريف المعاهدات الدولية من حيث الفقه فهذا الأخير يجمع على أن المعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب بين أشخاص القانون الدولي يهدف إلى إحداث آثار قانونية معينة ويتم إبرامه وفقا لقواعد القانون الدولي يمكن تعريف المعاهدات كذلك على أنها اتفاقات مكتوبة تعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار هذا الأخير وبقصد ترتيب آثار قانوني أما بالنسبة للتعريف القانوني فهو الآخر يقترب من التعريف الفقهي للمعاهدات الدولية حيث جاء في المادة الثانية من اتفاقية فينا للمعاهدات اتفاقية فينا التي عرفت المعاهدات بأنها اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأي كانت التسمية التي تطلق عليه إذن هذا بالنسبة لتعريف المعاهدات الدولي بالنسبة لعناصر المعاهدات الدولي إذن في المداية المعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب هي اتفاق مكتوب والذي من خلاله إذن كما قلنا على المعاهدات اتفاق المكتوب وبالنسبة للاتفاق يجب أن يكون بين أشخاص القانون الدولي طبعا الحال هذا المبدأ أخذت به محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها في قضية شركة الزيت الإنجليزية الإيرانية عندما قررت أن العقد المبرم بين الحكومة الإيرانية وشركة الزيت الأنجلو إيرانية في أبريل 1933 ليس إلا مجرد عقد امتياز بين حكومة وشركة خاصة أجنبية ادعت بريطانيا بأن العقد بين إيران بين إيران والشركة هو معاهدة دولية بين إيران وبريطانيا وهو في الحقيقة عبارة عن عقد امتياز بين شركة ودولة إذن كما أن المعاهدات هي اتفاق قلنا مكتوب فالمعاهدات الدولية هي عادة وتائق كتابية ولكن ليس هناك من قاعدة تمنع كونها شفاهية فالممارسة الدولية الإيجابية والسلبية تدل على أن الدول يمكن أن تربط مع أخرى على أساس رضاها بصرف النظر عن الوتائق الخطية وقد أكدت ذلك محكمة العدد الدولية في حكمها الصادر في قضية معبد باريا فهار بتاريخ سباطعش ستاء الف وتسعمية واثنين وستين إذن يقضي هذا الحكم بالتنازل عن المعبد المذكور نتيجة قبولها وعدم احتجاجها على الخرائط الفرنسية التي رسمت الحدود بين البلدين وادخلت مع هذا المعبد ضمن الإقليم الكمبودي وذلك على الرغم من أنه لم تقم أي وتيقة خطية بينهما وبين كمبوديا إذن لكن الأطار المترتبة على الاتفاقيات الخطية والاتفاقيات الشفاهية هي نفسها وتجنبا لإطارة مثل هذه المناقشات ونظرا لصعوبة إتبات ما اتفق عليه شفهيا وتحديده على وجه الدقة رأت الفقر الأولى من المادة التانية من اتفاق يتذينا لقانون المعاهدات والتي ذكرناها سابقا على أن المعاهدات تعنى باتفاقا دوليا يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة لكن نجد أن المادة التالت من نفس المعاهدة اعتبرت بأن عدم سريان الاتفاقيات على المعاهدات التي لا تتخذ شكلا مكتوبا لن يؤثر على القوة الإلزامية القانونية لتلك المعاهدات وذلك باعتبار باعتبارها من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن هذه الاتفاقين وهذا بطبيعة الحال يعتبر على أن الاتفاقيات الشفهية هي كذلك اتفاقيات جائزة مع أنها تتير الكثير من المشاكل والتي بينها أساسا عدم الدقة وكذلك ممكن أن إطارت مجموعة من المشاكل إذن بالنسبة كذلك من بين عناصر المعاهدات على أن المعاهدات هي عبارة عن اتفاقيات دولية متعددة التسمية بحيث أن المعاهدات أو هذا المصطلح المعاهدات ينصرف ينصرف استلاحا إلى كافة الاتفاقيات الدولية مهما كانت التسمية التي تطلق عليها فمثلا نجد على أن الاتفاقيات المكتوبة أسماء كثيرة من بينها أساسا أولا المعاهدة المعاهدة وهي تهتم بتنظيم موضوعات يغلب عليها الطابع السياسي كما هو الحال بالنسبة لمعاهدات فيرساي ومعاهدات السلام التي تقوم بين الدول الدول هناك كذلك مصطلح الاتفاقية هذا الأخير هو استلاح خصص للمعاهدات الدولية التي تعالج موضوعات قانونية مثل اتفاقية فين هناك كذلك الاتفاق ويخصص للمعاهدات الدولية التي ليست لها صفة سياسية كالاتفاقات التجارية والمالي هناك كذلك الميتاق ويطلق على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية من بينها أساسا ميتاق الأمم المتحدة هناك كذلك البروتوكول ويقصد به إضافات وتعديلات الاتفاقيات أصلية مثل البروتوكولات جونيف لعام 1977 المتحقة باتفاقية 1949 هناك كذلك هناك إذن تكون المعاهدة في وتيقة أو أكثر مثل اتفاق ودي أو معاهدة الصلح أو غير ذلك إذن أثبتت الممارسة الدولية والتعامل الدولي أن جميع التسميات تدل على اتفاق بين دولتين أو أكثر وهذا بطبيعة الحال ما أكدته اتفاقية فينة لقانون المعاهدات إذن من بين عناصر المعاهدات كذلك على أن هذه الأخيرة هي عبارة عن اتفاقات تعقد بين أشخاص القانون الدولي العام بحيث أن المعاهدات يتم إبرامها بين شخصين أو أكثر من أشخاص المجتمع الدولي وهذا يعتبر على أن لا يمكن اعتبار اتفاقيات الدولية إلا الاتفاقيات التي تعقد بين أشخاص القانون الدولي وبالتالي هنا يمكن استبعاد الاتفاقيات التي تعقد بين المسؤولين السياسيين للدول المختلفة بطريقة شخصية إذن وهنا بطبيعة الحال كما تحدثنا في البداية عن الاتفاقية التي وقعت بين إيران والشركة الإنجليزية هو كما قلنا على أنه عقد امتياز وليس اتفاقية دولية إذن كذلك على أن لا يمكن اعتبار الاتفاقيات التي تعقد بين المسؤولين السياسيين بصفتهم الشخصية اتفاقيات دولية إذن هناك كذلك من بين عناصر المعاهدات على أن إذن قبل هذا العنصر إذن نعتبر على أن المعاهدات أو عناصر الأساسي المعاهدات على أنها يجب أن يتم إبرامها بين أشخاص القانون الدولي العام مثل مثلا بين دولتين إذن شخصين دولتين أو أكثر هناك يتحدثون عن أشخاص القانون الدولي العام إذن المعاهدات كذلك بين عناصرها على أنها اتفاقيات تعقدوا في إطار القانون الدولي وذلك بطبيعة الحال أو بغية ترتيب آتار قانونية إذن يمكن اعتبار على أن المعاهدة هي اتفاق يخضع للقانون الدولي العام بطبيعة الحال عندما نقول على أن المعاهدات هي اتفاق يخضع لقانون لقواعد القانون الدولي العام القانون الدولي فبطبيعة الحال هنا يخرج عن نطاق المعاهدة الدولية الاتفاقيات التي يعقدها أشخاص القانون الدولي بصفة خاصة مثلا كالتنازل عن أراضي أو التعامل في صفقات بيع وشراء إذن الغرض من المعاهدات هو بطبيعة الحال إحداث آتار قانونية من حيث إنشاء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف وهذا بطبيعة الحال تمييز أو محاولة الفقه تمييز المعاهدات عن ما يسميه باتفاقيات الجن تين المان حيث أن هذه الأخيرة لا تعقد باسم الدولة ولا يراعى في إبرامها الإجراءات الدستورية لإبرام الكندي حول البرنامج السنوي للطاقة الذرية إذن سنذهب الآن إلى شروط إبرام المعاهدات الدولية إذن بالنسبة لشروط صحة المعاهدات أو ما يطلق عليه بالنظام القانوني بالمعاهدات والذي يقصد به مجموعة من الإجراءات والقواعد الدولية التي يخضع لها إبرام المعاهدات وبطبيعة الحال هذه الشروط خاصة منها المنصوص عليها في اتفاق أبينا لقانون المعاهدات بحيث أن إبرام هذه المعاهدات يتم عبر مجموعة من المراحل والتي عادة ما تسبقها مجموعة من التحركات والنصاطات السياسية التي تروج لفكرة المعاهدة بين الدول ويتم بطبيعة الحال الاتفاق على المحاور الأساسية لهذه المعاهد إذن من بين هذه الشروط هناك شروط شكلية وشروط موضوعية وسنأمل هنا على إبراز الشروط الشكلية بالنسبة للشروط الشكلية نجد وسنتحدث فقط عن الشروط الشكلية في هذه المحاضرة مع الحديث عن الشروط الموضوعية وباقي مصادر القاند الدولي العام في المحاضرة المقبلة إن شاء الله أول شرط بطبيعة الحال هناك المفاوضات والسلطة المختصة إذن بالنسبة للمفاوضات تعتبر هذه المسألة أصعب مرحلة وهمها في إبرام المعاهدات سواء كانت تنائية أو جماعية ولذلك تحرص الدول على اختيار المفاوضين بعناية فائقة فهي فن يجب التعامل معه وإتقانه والمفاوضات تعني بتبادل وجهات نظر بين الدول الأطراف حول موضوع ما وتقديم الاقتراحات بشأنه وهي تتم بين ممثل الدول الذين يحملون وتائق تفويد الموقعة من قبل السلطة المختصة في دولهم إذن تتخذ حيث أن السلطة سلطات التي تملك صلاحية إبرام المعاهدات الدولية في القانون الأساسي لكل الدول وتختص السلطة تنفيذية دائما بالمفاوضات في شأن المعاهدات المسمع إبرامها وبما أن المسؤولية مسؤوليات بطبيعة الحال رئيس الدولة متعددة مما لا يسمح له بإبرام مجموعة من المعاهدات في الوقت نفسه بحيث نجد على أن الدولة واحدة فقط ممكن أن تبرام مجموعة من المعاهدات في يوم واحد في مجموعة من المناطق وبالتالي يصعب على مسؤول رئيس الدولة القيام بهذه المسألة مما يتيح له تفويض مجموعة من الأشخاص القيام بهذه المسألة إذن إذن بالنسبة هنا بالنسبة للمفاوضات بالنسبة للشرط الآخر هو التحرير والصياء إذن من البابادي والأحكام التي اتفق عليها المتفاوضون لا بد إذن بعد المفاوضات يتم الاتفاق على مجموعة من الأحكام والمبادي والصروط وغير ذلك لكن هذه الصروط يجب أن يتم تحريرها وصياغتها في ألفاظ واضحة تجنبا للاختلاف حول تفسيرها ومن حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع من إبرام معاهدات شفوية كما تحدثنا عن ذلك في البداي إذن غير أن هذه مسألة السياغة لا تؤثر في القوة الملزمة الاتفاقيات التي تتخذ كذلك شكرا مكتوبا كما أنه ليس هناك شكلية معينة تتبع لسياغة المعاهدات غير أنه كما هو واضح من خلال جميع المعاهدات والاتفاقيات وغير ذلك الدولية جرت تقاليد على صغياغتها في أجزاء من بينها هناك المقدمة ثم صلب المعاهدة وأحكام المعاهدة ثم أحكام انتقالية وأخيرا خاتمة تتضمن تاريخ النفاذ وكيفية الانضمام والملاحق المرافقة إن وجدت وبعد ذلك يتم إقرار المعاهدة بالسيغة المتفق عليها من طرف الدول الأطراف إذن كذلك على أن يجب أن تكون أن تحرر الاتفاقية أو المعاهدة بلغة معينة هذه اللغة بطبيعة الحال إن كانت بطبيعة الحال اتفاقية أو معاهدة تنائية مثلا بين دولتين فبإمكان تحرير هذه المعاهدة بلغة كل دولة وكما في المعاهدات التي تكون هناك مجموعة من الدول أو معاهدات جماعية فنجد أن اللغة المعتمدة نجد بالأساس الفرنسية أو الإنجليزية إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك إذن هناك كذلك التوقيع إذن التوقيع كذلك يعد من شروط صحة المعاهدات وبالخص الشروط الشكلية إذن التوقيع إذن بعد الاتفاق على أحكام الاتفاقية وسياغتها يتم التوقيع عليها من طرف المفاوضين وبطبيعة الحال هذا التوقيع هو عبارة عن إجراء شكلي يصدر من الدول المشاركة في المفاوضات وهو شرط ضروري لكنه ليس كافيا إذن التوقيع هو شرط ضروري ولكن ليس كافيا إذن إلا إذا أقرت المعاهدة أو الأطراف بأن التوقيع له كافي لسريان المعاهد إذن هنا يكون التوقيع كافي في حالات معينة إذن إذا نصت الاتفاق على أن يكون للتوقيع هذا الأطر إذا تبتت بطريقة أو أخرى أن الدول المفاوضة قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأطر وإذا أعلنت الدول نيتها في إعطاء التوقيع هذا الأطر هو وبطبيعة يتخذ مجموعة من الأشكال هناك التوقيع النهائي والتوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع المرهوم باستشار إذن بعد التوقيع هناك التصديق إذن وهو الإجراء الذي تعبر به الدول عن رضاها بقويلها الرسمي للمعاهدة من قبل السلطة التي يحددها الدستور إذن معظم الدول بطبيعة الحال تشترط هذه الشكلية ويسبب ذلك أن المعاهدات كثيرا ما تفرض التزامات على عاتق الدول بقى قد تمتد آتارها إلى الأفراد أو الشعب أو تمس نظامها السياسي إذن مما يطرح التصديق عادة إشكاليات تتعلق بالطبيعة القانونية والسلطة المختصة في الدولة بإجرائه والشكل الذي ينبغي أن يتم وفقه ومدى حرية الدولة في إجرائه وآتاره وعدم رجعيتي إذن بالنسبة هناك التوقيع وهناك في مرحلة تانية التصديق الفرق بينهما على أن التصديق يكون من اختصاص السلطة الداخلية للدولة هناك كذلك التسجيل والنشر إذن هو إجراء مزدوج بمقتضاه يتم إداء الأطراف صورة من المعاهدة لدى جهاز دولي مختص عادة ما يكون أمانات منظمة دولية أو قليمية بغرض تمكينها من توتيقها في سجل خاص معد لهذا الغرض بطبيعة الحال هذا الإجراء أو التسجيل والنصر هو يتيح أو يحقق مجموعة من الأهداف من بينها أساسا محاربة المعاهدات السرية ثم إمكانية الإطلاع هذه المعاهدة متى شاء متى شاءت الدول أو الباحثين أو القانونيين أو غير ذلك يعني بإمكانيتهم بإمكانهم الرجوع لها في أي وقت إذن بإمكانهم الرجوع لها في أي وقت إذن بهذا نكون قد أنهينا المحاضرة السابعة والتي كان موضوعها بالأساس المعاهدات الدولية وبخصوص كمصدر من المصادر الأصلية للقانون الدولي وتنانونا فيه بالأساس عناصر المعاهدات الدولية ثم الصروط الشكلية لهذه المعاهدات والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر